وهذا الحديث يدلنا على أن الإيذاء المخلوقات المحترمة يعني الذي لا يجوز قتلها أو لم يؤمر بقتلها سواء كلب أو قط أو غيره ومن باب أولى الإنسان أن أذية الكائن هذا الذات الكبد الرطبة أن أذيته فيها وزر كما أن الإحسان إليه فيه صدقة فقال في كل ذات كبد الرطبة أجر يفهم من ذلك أنه لو أسان للحيوان أيضا فضلا عن الإنسان أن في ذلك وزر وقد جاءت لحديث بذلك الحديث كثير قال إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض والحديث الآخر وهو من المعجزات في مسند أحمد وهو على شرط الإمام المسلم وبل أخرج مسلم بعضه بنفس السند وهو في مناقب عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول عبد الله بن جعفر دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار فإذا بناضح جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عينه الجمل فمسح النبي صلى الله عليه وسلم سراته سراته وذفره فسكن الجمل فقال من صار رب هذا الجمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتى من الأنصار أنا يا رسول الله فقال أما تتق الله في هذه البهيمة فإنه شكاك إلي وقال بأنك تجيعه وتدعبه يعني شغله كثير تدعبه وتجيعه